لا حديث يعلو زائر الأصود، أولى الصفحات، عنوين عريضة، صور، فيديو وتفاعل، أدخال أجواء كأس العالم إلى كل بيت المنتخب يكرر إنجاز العام 1986، هسبراس، والعنوين بعد كثيرة المغرب في الصدارة إلى ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه، عنوانة الصباح المغربية الأصود يصنعون التاريخ غلاف المساء سنحقق شيئاً كبيراً الرجراجي يصرح لوسيتان فو يكتب عنوين النصر تتوالى أسقطت كندا في آخر مواجهة وحلقت إلى ثمن النهائي أصود المغرب تتوج ملحمتها البطولية بصدارة مونزيالية بالعريض في الشرق الأوسط أصود الأطلس حملوا آمال ملايين الجماهير المغربية ودخلوا اللقاء بعزمة كبيرة طاردين سيطرة هجومية أجبرت الكنديين على التراجع والدفاع منذ الدقائق الأولى كتبت القدس العربي الرجراجي أسعد رجل في العالم في الصحافة السودانية صنع في المغرب وليد الرجراجي يعيد ثقة في المدرب المحلي عنوان موقع سكاي نيوز وليد الرجراجي صنعت التاريخ مع المغرب الشرق القطرية المغرب في الصدارة اليوم السابع المصرية المغرب أسود العربي وأفريقيا الاتحاد الإماراتية ما هو أكبر إنجاز إفريقي في كأس العالم؟ المغرب في الطريق لكسره بالعريض في العين الإماراتية بعد التأهل في كأس العالم صعود صاروخي لمنتخب المغرب في تصنيف الفيفا في المصر اليوم علم المغرب رفرف عاليا في شانزيليزي للباريزياء الفرنسية دموع أشرف حكيمي وفرحة المغرب في موقع أغافي الفرنسي المغرب يسحك كندا لغيون لجوغ اللبنانية صحافة العالم كتبت عربية وأجنبية عنوانات أسود الأطلس يصنعون التاريخ صحافة الجزائر لم تستطع تجاهل الحدث هذه المرة المنتخب المغربي يكرر إنجاز سنة 1986 في الخبر الجزائرية وكرواتيا ترافق المغرب لثمن النهائي في النهار الجزائرية حكيمي أفضل لاعب في مواجهة المغرب كندا قالت النصر كتب والتاريخ سجل إلى الملتقة